من بغداد مرسلنا حيدر الأسدي حيدر عمليات مشتركة كبيرة لكل القوات المسلحة العراقية والرديفة أيضا ما الأسباب وما الأهداف فيها؟ نعم الأهداف هي منع تسلل عناصر تنظيم داعش من الأراضي السورية باتجاه الأراضي العراقية واتخاذ ملاذ آمن لهم داخل الأراضي العراقية خصوصا في المناطق الوعرة والمناطق الصحراوية والمناطق الجبلية أما أسباب هذه العمليات الكبرى فهي بالتأكيد عمليات استباقية تأتي لتأمين الانتخابات العراقية لأن بحسب المعلومات الاستخبارية فإن تنظيم داعش سيعمل جاهدا على أن يكون مصدر خطر لهذه الانتخابات في القرى والمناطق النائية وبالتالي يمنع الناخبين من التصويت ويقوم بضربة للعملية السياسية والعملية الانتخابية وبالتالي هذه العمليات العسكرية اليوم جاءت لتأمين هذه الانتخابات جاءت لتأمين الحدود العراقية جاءت لسد الثغرات التي يحاول عناصر تنظيم داعش بين الحين والآخر أن نفاذ من خلالها إلى داخل الأراضي العراقية وتنفيذ أهدافهم سواء كانت هذه الأهداف عن طريق الذئاب المنفردة أو عن طريق تشكيل مجامع صغيرة تقوم بمهاجمة القرى والمناطق العراقية المختلفة فيما بات يعرف بالمناطق الهشة أو الرخوة أمنيا من بغداد مرسلنا حيدر لسدي شكرا لك